ده حوار مختلف حوار له طبيعة خاصة لأنه ضيفي العزيز واحد من الرموز المتميزة والأسماء الكبيرة في عالم جراحة العمود الفقري في عالم جراحات الانزلقات الوظروفية في جراحات المخ والأعصاب اسم على المستوى المصري لمستوى الإقليم المستوى العالمي بنفتخر بأداءه العلمي ببحث العلمي ما شاء الله حدث ولا حرج وده شيء مهم جداً النهاردة هياخد جزء من حوارنا أهمية البحث العلمي في مجال المخ والأعصاب ضيفي العزيز واحد من سوبرستار هذا المجال وقيمة علمية كبيرة لأستاذ الدكتور إهاب محمد عيسى أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بكل الطب بجماعة القاهرة رضو الكونجرس الأمريكي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري جماعة كورنيل بنيويورك للولايات المتحدة الأمريكية وجماعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية وجماعة أريزونا وجماعة هلسينكي بفنلندا وتكريم الحاصل على تكريم من جامعة القاهرة في البحث العلمي الدولي في جراحات العمود الفقري والمخ والعصاب لأعوام 2010 و15 و17 إسم الكبير منورنا دكتور أهبين شرف كبير لنا هذه الزيارة أهلا بك يا دكتور أيمان أنا اللي شرف لي أتواجد مع حضرتك وكل سنة وحضرتك والجمهورنا بخير وصحة وسعادة وطبعا بأعتذر لحضرتك يمكن أن أعرف أن أنا دايما مقل في التواجد الإعلامي شوية لكن إن شاء الله الفترة الجاية يكون لنا تواجد مع بعض إن شاء الله لأننا لمست أدقي الحديث عن مشاكل العمود الفقري بيصل للناس الموضوع ما عادش مجرد أنك أنت بتتكلم وأن المواضيع التي أنت بتتكلم فيها مهما كانت علمية بحثة ما بتوصلش لا ألاحظت مهما كان الكلام دقيق وعلمي بقى بيوصل للناس وبيجي لي تعبيرات وإكسبريشن في العيادة بتاعتي بقى بقى مزهول للناس فيهمة الفيديوهات ولا لا فأنا أيقان تأدقيين لازم نوصل الرسالة دي للناس الدكتور والناس الحلوة مشاهد مختلف مشاهد زاكر معنا سنين طويلة بقى لهم معنا 15 سنة فالناس زاكرت كويس طبعا هيمتحنهم ده خلاص يعني في منهم ناس عندهم معلومات قائمة جدا لكن هبدأ الحوار معك بنقطة مهمة جدا ونقطة أنت حضرتك متميز فيها لغاية البحث العلمي البحث العلمي من وقيمة كبيرة ناس كتير مش مقدرة قيمة البحث العلمي في عالم جراحات الموخ والأعصاب طبعا هو بص حدك يا دكتور إيمان وأنا قبل ما أتكلم عن البحث العلمي في مجال جراحة الموخ والأعصاب أنا عايز أنقل لحضرتك وللسادة المشاهدين طبعا حضرتك عارفيا يعني إيه بحث علمي بحث علمي مش معناها أن أنا كأياب عيسى مثلا متخصص في جراحات التدخل الجراحي المحدود بالميكروسكوب في الفقرات العنقية والظهرية والقطنية بعد خبرة سنين توصلت لنتائج معينة أو طرق مثلا أو تقنيات جديدة أن أنا مجرد أن أتكلم عنها كده لا ما فيش في العلم حاجة أسمع كده العلم بيقول أن أنا الخبرة السنين دي باستخدمها وبكتب بحث علمي بطريقة معينة ومش مجرد أن أنا كتبت انتهى الأمر لا بابعطه لمجالة علمية عالمية متخصصة المجالات العلمية في كل مجال هي عدد محدود وفيها كمتي من الناس المتخصصين مجلس مجلس يعني المجلس ده ناس اشتغلت عدد حالات كتير وعندها خبرة في المجال أنا الحمد لله بعد ما وصلت العدد معينة في الحالات بقيت من ضمن كمتي هذه المجلات بعض المجلات بتبعت لهم البحث بتاعك بيتم مراجعته وأن هو بيستوفي جميع الشروط العلمية وأن المادة العلمية أو الإضافة العلمية اللي فيه ماشية مع السياق العلمي يتم نشر البحث دوات في لما يتم نشر البحث أصبحت المادة العلمية الموجودة فيه مصرح استخدامها يقدر الناس يستفيد منه طب إيه الفايدة اللي بتعود منها الفايدة مش مجرد أنها نشرت علم فقط الفايدة أولا الجامعة بتاعتك بيرفع الرنك بتاعها يبقى احنا نقدر نعرف جامعة القاهرة دلوقتي التصنيف العالمي بتاعها ارتفع لأن العلماء اللي موجودين فيها نشروا أبحاث سالمية وجامعة تمت بيهم وده رفع الجامعة وده شيء لا يعوده أي كنوز الدنيا أن الجامعة بتاعتك تعلى عالميا نمرة اتنين أنك أنت محاط بمجموعة من المساعدين هما اللي بيتلقوا العلم منك والخبرات منك لكن فيه ناس بعيدة عنك ما شافوكش يعني فيه ناس تقول لي مثلا عايز أتعقم عكي لما يجي لك حالة مثلا الفقرة الأولى والتانية الحالة الفلانية ما بيبقاش الظروف مساعدة أن كل الناس تيجي معايا في كل الأوقات الأبحاث العلمية قدرت توصل إلى الموطة دي تلات حاجات مهمين جدا الناس بتسمحهم الفقرات العنقية فقرات القطنية أو الظهرية والحبل الشعوكي والناس عموما بدأت ثقافتهم تزيد يعني درايتهم بقيمة وأهمية المحافظة على التلات بس أنا عايز الناس تفهم قيمة وفهم التشريح والفيسيولوجي وأيضا البطولوجي الإصابات في التلاتة دولة هو سؤال جميل جدا دكتور أيمن هو المحور اللي احنا نتكلم عليه المحافظة أنا الأول يمكنها فجأك وأقول لك حاجة جديدة إن فيه توصيف خاطئ أنا شفته أو لمسته في تدريس كلمة العمود الفقري سواء للطلبة أو توصيلها للحالات أو الناس إن احنا ساوينا بين كل المستويات فيها قلنا على كلمة عمود فقري تشمل العنقية والظهرية والقطنية لا أنا شايف لا أنا شايف إن الفقرات العنقية والظهرية هي حاجة والفقرات القطنية حاجة تانية ليه؟ علشان الحبل الشوكي الحبل الشوكي بينزل من المخ والألياف العصبية اللي بتنزل بتحمل جميع الإشارات العصبية من خلايا المخ وبينزل وهو حاجة دقيقة جدا ويسمكها رفيع جدا وبيحمل جميع الإشارات العصبية اللي بتتحكم في حركة جسم الإنسان وفي الجهاز التنفسي وفي الجهاز البولي والتناسولي أيضا يمكن إحنا مثلا بحاول أشبه الحبل الشوكي للناس بتشبيه بسيط يصل إليهم هو الكبل اللي مدخل الكهرباء للشق هو كبل ولكن هو من لو حصل فيه أي عطل كل الشقة بعد كده بالطلب الكبل الرئيسي الكبل الرئيسي ولو حصل عطل فيه بقى العطل برا الشقة ولكن كل الشقة الضلم هتعد تدور جوه الشقة مش هتلاقي حاجة لأن المشكلة كلها براها هو بينزل في الفقرات العنقية والفقرات الظهرية وبينتهي وبأكرر كلمة بينتهي عند نهاية الفقرة القطنية الأولى باقية الفقرات القطنية دي عبارة عن الضفيرة العصبية والعصب هي مهمة ولكن أهميتها لا تماثل الحبل الشوكي يبقى قوانين العلاج اللي بتخضع ليها الفقرات العنقية والظهرية بتختلف عن القوانين اللي بتخضع ليها علاج الفقرات القطنية علشان كده في الحاكتين بنشوفه الفقرات القطنية ممكن يبقى فيه غضروف كبير وعمل ألم لكن يقول لي الحالة أنا متعايش مع الألم ممكن نستنى معه ما نعملش حاجة وندي مسكينات وكلام لكن في الفقرات العنقية والظهرية الموضوع مختلف فيه غضروف كبير أو ضيق شديد أو غرام كبير ضغط على الحبل الشوكي ضغط شديد وحتى لو ما بدأتش الأعراض تظهر بشدة في الحالة دي ما ينفعش أقول له روح أنت في أمان لأن فيه خطورة لو سبت الحالة دي كان زمان بيتم التعامل مع أنه لو فيه ضغط شديد طب خايفين طب بلاش نعمل طب نستنى لما الحالة تتعب ده زمان لكن مع التقنيات الحديثة اللي موجودة دلوقتي وباقت الحالة بتدخل وتعمل وتخرج تاني يوم وتخرج كويسة بالذات لو تعمل في مرحلة مبكرة فقرات العنقية لو تعملت في مرحلة مبكرة بالضبط الحالة بتدخل بتخرج تاني يوم ترجع لحياتها الطبيعية يمكن أنا يمكن علشان التدخل المحدود بنعمله في الفقرات العنقية بطريقة محدودة جدا فعلا يمكن حتى المساعدين بتاعي علشان متعودين على بعض الحاجات طب نخلي العيان يرتاح أسبوعا قولهم أبدا أنا بقول للحالة تاني يوم ترجع لحياتك الطبيعية بيرجع لحياتك الطبيعية لكن مشكلة بتجي من إيه حد يسيب نفسه في الفقرات العنقية والظهرية لما يتضغط على الحبل الشوكي ويبدأ يحصل ضمور وعجز في الحالة دي برضو هنعمل بس مش النتائج مش بدرجة النجاح الشديد والعودة للحياة الطبيعية بسرعة زي في المراحل المبكرة عايز بقى أتكلم على الأعراض والأعراض قصص دايما مسيرة يعني ليه لأن الأعراض بتبع تدريجية سواء في الفقرات العنقية أو في الفقرات القطنية احنا اتفقنا هنتكلم عن عنقية وظهرية علشان الحبل الشوكي انا مش عايزة لخبط الناس النهاردة انا هتكلم عن الأعراض الضغط على الحبل الشوكي في الفقرات العنقية والفقرات الظهرية ويمكن انا جبت فيديو من على اليوتيوب مرضتش أصور حد من الحالات شفت الفيديو ده متدول حد بيحس ضعف في الحركة ثقل في الحركة احنا شايفينه حاجة دي بنسميها سباستيك كيد مش قادر يمشي اقدر اقول التوصيف بطريقة صعوبة في المشي عدم اتزان في المشي حاسس ان رجليه تقيلة هو بيمشي حاسس انه ماشي في رمل بيعيقه عن الحركة حاسس ان رجليه مكتفة موضوع مش وجعة موضوع حاسس رجليه مكتفة المشي تقيلة رجليه بيجرها في الأرض وهو ماشي ايديه ما عادش بيمسك الحاجة زي زمان بعض السيدات تقولك ما قدرش اعمل الحجاب بتاعي ما قدرش اعمل شغل البيت زي زمان الحاجات الدقيقة بتبقى اليد ما بتقدرش تعملها في البداية بعد كده في المراحل الاكثر يبدأ يحصل انه يحضر ثلث البول قبل ما يوصي الحمام يبدأ يحصل بعض نقط البول تنسل منه لانه اصبح الجهاز البولي بدأ يكون فيه تأثر هذه الاعراض هي اعراض تأثر الحبل الشوكي اخطر ما في هذه الاعراض يا دكتور عيمان واكطر رسالة انا بحب اقدمها قدمتها قبل كده من البرنامج بتاعك انه ممكن يكون حتى عنده الاعراض دي وما فيش عنده اي الم ما يكونش عنده الم في الرقبة تخيل واحد مش قادر يمشي بيرох لتخصصات كل التخصصات بيروح لبطنة يدلو فيتامينات بيروح لحد ممكن عظام يكتب ليقوله انت عندك خشونة في الريقبة بيروح لحد مش عارف يقول له انت عندك الشيخوخة بيروح لحد يقول له انت عندك حالة ضعف وبعدين لما بيجينا بنقول له عامل اشعر فخرات العنقية ازاي يا دكتور انا ما فيش عندي الم في الرقبة وهي ده المشكلة وأنا مش بقول كل الحالات مفيش فيها ألم بس فيه حالات مفيش فيها ألم الأدهى من ذلك أن فيه حالات منهم بيتم عمل أشعاتها قطنية يطلع فيه غضروف في القطنية يقول له هو ده المشكلة وإحنا اتفانع فيه حبل الشوكي في القطنية ده يعمل أعراض مختلفة وفيه ناس منهم بيبقوا دخلين العمليات علشان يعملوا الفقرات القطنية ومش هي السبب في المشكلة المشكلة فوق في الفقرات العنقية والفقرات الصهرية فيه ضغط على الحبل الشوكي ويقول لي يا دكتور ما فيش ألم ممكن ما يكونش فيها ولكن المشكلة من فوق نرجع تاني النظرية كابل الشقة أنا هاعد أدور على المشكلة داخل الشقة وأدور في الفيش وهي المشكلة في الكابل برا لمدخنك عربة للشقة هاعد أغير اللمط هاعد أشوف السلوك جوه والكابل الرئيسي اللي هو الحبل الشوكي اللي وصل الحبل الشوكي ده لو هو نازل لو شفنا صورته تاني هيكون نازل وموصل لكل الأعصاب بدأت توصل أنا زي ما قلت الحضرية يمكن قبل الحلقة ده صورة الحبل الشوكي نازل من المخ اللي هي الألياف العصبية اللي تحمل جميع الإشارات العصبية بدأت الصورة توصل للناس أنا لن أنسى بعض الحلات عندي يمكن أقربهم حلة قريبا قال لي أنه كان هو داخل العمليات يعمل القطنية هو حسن رجلي تقيلة فطلب يعملوا على العنقية فلاقى فيها حاجة فقال لهم طب أنا اسمعت فيديو والدكتور بيقول أنه هي مهي ما عاش تعمل اللي تحت وانت سايب اللي فوق ودي حتى لوجك ودي ده لوجك هنرجع لنظرية كابل الشق ما ينفعش تصلح الفيشة جوه وانت سايب الكابل الرئيسي فيه مشكلة أنا بحب أعمل توصيف بسيط يصل للناس أنه هو موضوع كابل الشق بيقدر يصل ليهم فما ينفعش أن أنا أصلح فيشة واسيب الكابل الرئيسي وهذا الرجل جهالي يفعلنه والحمد لله عملنا له العنقية والحمد لله حلته تحسنت وكان مجرد أنه سمع في الإعلام ده أنقذوا من مصير أنه مشى مع ناس مش متخصصين أو ناس بيخافوا يقربوا في المنطقة دي فبيستسهنهم يروحوا على القطنية كالمعطات المسألة شبه بالزرط يا جماعة تخيلوا أن أنت روحت عندك آه مشكلة في القطنية مش هنقول لا بس مشكلة بسيطة لكن المشكلة الرئيسية المخطيرة هي المشكلة في الفقرات العنقية فغير المتخصص أو اللي مش مركز قوي هيروح أقول لك طب نعمل لك القطنية تمام حلك المشكلة لا ما حللش المشكلة علشان بس ما يوصلش السورة للناس بطرقان بقولش اللي القطنية مش مهمة لا مهمة جدا لكن بقول الأولوية هناك أعراض معينة بتمشي مع العنقية والظهرية الأعراض اللي أنا قلت عليها ولما يكون في ضغط جديد في العنقية والظهرية ما ينفعش أن أنا أسيبه وأعمل القطنية لازم يتم العنقية والظهرية الأول وبعد كده القطنية أو عندي أنا الحمد لله دلوقتي مع التقنيات الحديثة وبقى عندنا خبرة السنين بقينا نقدر نعمل مع الأكهزة الحديثة بقينا نقدر نعمل التدخل في فترة وجيزة فلو حتى عنده الاثنين والاثنين عاملين له مشكلة إكلينيكية بقينا نقدر نعملهم في نفس التوقيت بس الأولوية زي ما قلنا للعنقية الأولوية للكابل الرئيسي وبعد كده نصلح الفيشة آه طبعا الأولوية للمين بروبل أنا عايز الصورة توصل كده مش معنى كده أن الفيشة مش مهمة ولكن أصلح الكابل الرئيسي الأول وبعدين أصلح الفيشة بالظبط أو أصلحهم لتنين مع بعض بالظبط بالظبط وده حقيقة اللي أنا بعمله دلوقتي أنا بعمل التدخل لما يبقوا لتنين عاملين مشكلة إكلينيكية للحالة وارد جدا أن يكون فيه مشكلة انزلقه طروفي في العنق وانزلقه طروفي في الضهر طبعا طبعا أنا من عادة على فكرة من أكتر الناس أنا بطلب أشاعات على مدى الفقر كله لأن بالذات لما أشك أن فيه حاجة تانية مصاحبة يعني فيه كذا مشكلة لأنه زي ما قلت لك أنا مؤمن بأن ما ينفعش العصب أسيبه مضغوط في منطقة لازم أبدأ فيه من فوق لحد تحت نظرية الكابل لازم أصلحه من عند داخلته الشقة لحد الفيشة نبدأ من بره الأول لحد جوا يعني عنقية ثم ظهرية ثم قطنية طيب الحيطة المهمة اللي أنا عايز أأكد عليها عشان الناس تركز معنا في الأعراض بالتحديد إيه الأعراض المؤلئة التي تجعل المريض يدق نقوس الخطر عنده فيذهب مباشرة إلى الاستشارة الطبية كويس جدا فقل الحركة تقيل رجلي مش قادر يمشي مش قادر يمشي زي زمان رجلي مكتفة فيه عدم يقولك فيه ناس تقول تعبير أنا ماشي عف أحصل لي عدم توازن وأنا ماشي فيه ناس تقولك أني ماشي في رمل رجلي بجرها وأنا ماشي إيديه ما بعرفش يمسك بها الحاجة هنا يعرف أنه فيه مخلل في الجهاز العصبي لازم نعمل أشاعات على الجهاز العصبي المخ والفقرات العنقية والفقرات الصهرية طبعا مع أولوية للفقرات العنقية السؤال اللي بيفرض نفسه بقوة بقى حضرتك في تعبيراتك ذكرت كلمة التدخل المحدود مرتين لغاية دلوقتي وواضح أنه التدخل المحدود أصبح حتى في الريسيرش زي اللي احنا شفناها فيه كتير من أبحاثك المنشورة في المجلات العلمية كانت فيها كلمة مينمال أو مينمال تكنيك صحيح فإيه قيمة التدخل المحدود كويس جدا وطبعا ده النقطة التانية اللي احنا هنتكلم عنها التدخل المحدود بالميكروسكوب في العمود الفقري الفقرات العنقية والقطنية نمرة واحد لازم مستشفى مجهزة ومتخصصة يمكن مثلا لو فيه صورة عندنا لغرفة العمليات لازم تبقى غرفة عمليات مجهزة ممنشورة في صورة غرفة العمليات اللي موجودة لازم فيها جهاز الفلورسكوب أو جهاز الأشعة أو جهاز الملاح الجراحي لبعض التدخلات الدقيقة واخد بالحضراتك يعني ايه فلورسكوب أو جهاز أشعة أو ملاح جراحي في قضة العمليات ملاح جاية من النافجيشن يعني زي ما انت بتمشي بماب اللي هو الجوجل ماب اللي بتمشي بها بتوضح لك الطريق نفس الكلام الجراحة الملاحية بتتيح ليك وانت شغال ان كل حاجة تبقى محصوبة والطريق بتاعك يبقى معروف والزاوية تبقى معروفة كل حاجة معمولة بدقة مش متروكة لأمور الحص كل شيء توفيقنا بإضاء الله سبحانه وتعالى بس دي أسباب الدنيا نمرة 2 وهو المهم والذي لاغنى عنه في تدخلات الحبل الشوكي الميكروسكوب بدونه أنا شايف ان انت ميكروسكوب ده على فكرة يعني ده جهاز كبير جدا يعني ايه مايكروسكوب علشان بس نختص انت حضاك يا دكتور أيمان وانت في الكلية درست التشريح ده اسمه التشريح الماكروسكوبيك التشريح اللي بتشوفه العين المجرد لأ في جراحة المخ والأعصاب حصلت طفرة ابتداء من الستينات وبدأ يصعر حاجة اسمها المايكرو نيورو سيرجري أو المايكرو نيورو أناتومي اللي هو التشريح المايكرو للحاجات الدقيقة وبدأنا نمتحنها في الدكتوراه غير التشريح اللي احنا بندرسه في سنة تانية وفي سنة أولى لأ ده فيه تشريح مايكروسكوبيك اللي هو الحاجات الدقيقة التي لا ترى بالعين المجرد يبقى لازم مبدئيا يكون الجراح على دراية تمة بالمايكروسكوبيك أناتومي علشان هو هيشوف الحاجة دي في المايكروسكوب فيعرف هو بيشوف ايه ويعرف خبرة التعامل معه بعد كده يجي دور المايكروسكوب اللي هو بيوضح هذه التكوينات ده اللي بيخلي النجاح دلوقتي بيوصل لنسبة حاجة و90% في تدخلات الحبل الشوكي لأن كل الأمور بتبقى محصوبة وكل الأمور بتبقى متشافة دقة شديدة جدا الغضروف علاقته بالحبل الشوكي أو الورم وعلاقته بالحبل الشوكي وازاي التكونات الدقيقة المحيطة بالحبل الشوكي الأوعية الدموية اللي في الحبل الشوكي اللي هي الدقيقة جدا كل ده بيتم الحفاظ عليه بالميكروسكوب فعلشان كده حصلت التفرة في التدخلات المحدودة بتتعمل مبدئيا من فتحة صغيرة نمرة اثنين من خلال الفتحة الصغيرة الجراح بيقدر يشوف اللي ما بيشافش بالعين المجردة بالعمليات الكبيرة والفتحات الكبيرة اللي هي عن طريق الميكروسكوب نمرة ثلاثة مع الدقة والخبرة بيبدأ إزالة الأشياء الضغطة على الحبل الشوكي بيع الحفاظ على التكونات العصبية نيجي بعد كده للأجهزة التانية زي الدريل جهاز مهم جدا في التعامل مع التعامل مع الحبل الشوكي أو الكوزة في التعامل مع الأورام الضغطة على الحبل الشوكي أو أورام داخل الحبل الشوكي الدريل أنا مش عايز أقولك هو مهم جدا قد إيه في حالات الضيق الشديد أو في بعض الحالات بتصل إلى الغضاريف أو التكلسات الضغطة على الحبل الشوكي تبقى أشبه بورم عظمي ده يمكن منتشر في الفقرات الظهرية يمكن قريب كنت شغال حالة كان حاجة ضغطة على الفقرات الظهرية هي حالة سب نفسه فترة طويلة حصل تكلسات في الأربطة والغضاريف عملت كأنها شبيهة بورم عظمي داخل ضغط على الحبل الشوكي الحالة دي كانت زمان تعتبر من الحالات الخطيرة جدا في جراحة العصاب محدش بيعملها كتير الحمد لله يمكن مع العمر إحنا اشتغلنا الحالات دي كتير وبقت عندنا خطة جراحية وإحنا شغالين بنعمل إيه وبنستخدم الدليل إزاي علشان نلف حواليها وعلشان نرقها بطريقة معينة مع الحفاظ على التكونات العصبية حقيقة يمكننا بذكر الحالة دي أننا كنت سعيد جدا بعد ما خلصتها حسينا كأننا ربنا كرمنا وعنا وعملنا لوحة فنية جميلة قادرنا فيها نزيل هذا الضغط بدون أي تلامس مع الجهاز العصبي وده بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل الخبرة وبفضل أن تواجد هذه الأجهزة يعني من غير الدليل والماكروسكوب ما كناش قدرنا نعملها بهذا التوفيق والحمد لله الحالة تحصل الـ Direct يعني مباشرة بعد العملية الحمد لله برضو في تقدم كبير لو عدنا الفيديو اللي فاد دوت فيما يسمى بالـ Equipment أو التجهيزات اللي بتوضع مكان الانزلقات الغطرفية ده تقدم موزهل في عالم التنبسة الطبية ده التدخل المحدود بالميكروسكوب في الفخرات العنقية من الأمام بصد دكتور أيمان يمكننا كان فيه لقطة أنا مش عارف فيها تعرضت في فيديو قبل كده كنت عايز هرجع لها وبعدين أرجع أشرح الفيديو اللي موجود دلوقتي مش بس في قطة العمليات التجهيزات اللي أنا قلت عليها في حاجة حديثة هي بقالها كم سنة لازم تبقى موجودة في قطة العمليات في عمليات الحبل الشيوكي وهو مرأبة الأعصاب داخل العملية أو تيم فريق مرأبة الأعصاب بيبقى معنا فريق بيوصل حاجات على الجسم المريض بيرائب رد الفعل الشيوكي واحنا شغالين ده بيزود نسبة الأمان بيوصلها ما يقارب 100% بيقول لك إن احنا هو ده الصورة دي شايف اللي قاعد على الجهاز ده بيقول إن دلوقتي نسبة إن الترددات تلامس الحبل الشيوكي زاد شوية نقلله شوية فبيزود نسبة الأمان علشان كده بتتعمل الحالات دلوقتي بنسبة أمان عالية جدا شفت حضرتك قد إيه لأجهزة دي مهمة جدا مع خبرة الدكتور وإن يكون متمرس في إن أنت هذا الإجراء الضخيخ وإن الحالة بترجع لحياتها الطبيعية علشان كده بنتكلم دلوقتي إن الحالة بتعمل وبترجع تاني يوم دايريكت للحالات الطبيعية في نس كتير برضو آه عنده أعتقد بالنسبة الفيديو القادم إنه أنا لما هتعمل لي أي عملية في الفقرات العنقية مش هقدر أحرك رئابتي بشكل كويس ماهو دا بقى الفيديو اللي حضرتك لا دا مفهوم قديم ومفهوم فاشل تماما جدا أولا إحنا دلوقتي بنكلم إحنا مش بنعمل الفقرات العنقية أولا إحنا مش بنزيل الغضروف أو بنوسع ديء الضغط على الحبل الشوكي تجميل دا أنت بتشين مشكلة ضغطة على العصب اللي بيتحكم في حركة الجسم لو سبتوا لقدر الله رجلك هتشل مش هتبقى قادرة على الحركة فإحنا بنعمله طبعا في الحالات إحنا بنكلم من الغضروف الكبيرة أو الضغط الشديد مش بنكلم عن الحاجات البسيطة بعدها بيتشل الغضروف من الأمام بيتحط الغضروف الصناعي أو الكيش دا بيساعد على إن الرأبة خلاص شلت الغضروف حطيت مكانه حاجة يعني نفس التكوين الربان اللي ربنا خلقه بيرجع لحياته الطبيعية تماما علشان كده الحالات دي لما بتتعمل دلوقتي فعلا تاني يوم يقدر يرجع لحياته الطبيعية تماما بدون أي ألأة خالص دا معناها إنه كله يهتف إلى إن التداخلات تكون في درجة قليلة بالتداخل محدود بالإضافة لكده إنه حياة الإنسان وطبيعته الحركية ما تتأثرش بشكل كبير بالضبط وإنك أنت ترفع الضغط بصورة نجاحة على الحبل الشوق دا اللي بيخلي الشخص اللي عنده ضعفة في رجله يرجع يمشي تاني أو الشخص اللي بدأ يعاني من أعراض بسيطة إن الأعراض الشديدة ما تحصلش ويرجع على حياته الطبيعية بصورة طبيعية تماما فيه ناس عندها ثقافة لسة مش فهمة أو ما عربش منهم يصدق لهم لا هنعمل عملية بالميكروسكوب ما عربش من اللي بيقول الكلام دا بس يعني اللي بيقول الكلام دا أكيد يعني أكيد فيه عنده خلال عقلي وليس داوي وبعنده خلال عقلي زيه يعني مع احترامي للجميع إنه كلام غير منطقي يقول لك لا أنت تعمل عملية بالميكروسكوب لا أعملها من غير ميكروسكوب أعملها شايف أحسن بعينك كويس احنا دورنا النهاردة ان احنا نشرح يعني حتى المفاهيم الخطأ الناس معزورة لازم نطول بيننا عليهم ونشرح الناس بتقولك كلام اه تحقيق لا هو انت ده اسمه تدخل جراحي اللي احنا بنعمله ده تدخل جراحي محدود محدود يعني من فتحة صغيرة ده نمرة واحد نمرة اثنين بنحافظ على الانسجة الانسجة ما بنعملش تهتك فيها علشان كده برجع للحياة الطبيعية ان فتحة صغيرة نمرة ثلاثة بنزيل فقط الجزء اللي عامل المشكلة يعني غضروف ضغط زائدة عطمية بنزيلها من خلال الفتحة الصغيرة دي هذه الفتحة الصغيرة نمرة اربعة ان ازالة هذا الشيء بيتم بنجاح اكبر بكتير من الناس اللي بتفتح فتحات كبيرة وبيستخدموا عنهم لان احنا بنستخدم الميكروسكوب ده بيكبر الحاجة وبيورينا التكوينات العصبية الصغيرة فبيتحلين ازالة تامة لكل الضغط اللي عليها والمحافظة على هذه التكوينات الصغيرة هو جراحة بس باستخدام آلة مهمة جدا اللي احنا شايفينه ده قوطة عمليات جراحة بكل الفاسيليتي بتاعت الجراحة وكل الاحتياطات بتاعت الجراحة لكن بنستخدم آلة اسمها الميكروسكوب تكبر الفين تكبر مجالة الفين ومع الميكروسكوب الالات التانية الدريل زي ما انا شرحت دورو الكوزة في حالات اللي هي الاورام كل الكلام دي هي سبل بيستخدمها جراح لازم يكون فاهم زي ما قلنا الآن التشريحات الدقيقة فاهم ازاي عنده خبرة السنين في هذه الحالة ده بيؤدي ان شاء الله لنتاج نجحة جدا لهذه الحالات عشان كده بقت دلوقتي مش مشكلة خلص وبقتش تستهل أبدا ان حد يعيش عمره مشلول يعيش عمره مش قادر يمشي او يسيب نفسه لان الموضوع بقى سهل بيعملها وبيخرج تاني يوم بيرجع على حياته الطبيعية يعني احييك على هدوءك لما ذكرت ان فيه ناس بتذكر الجراحة العادية الجراحة التقليدية القديمة بالمقادرة بالميكروسكوب المفروض ان السؤال ده ينرفز يعني بس واضح انه هو بيتكرر بس اكبر غلط ممكن نعافيها دكتور رايمان احانا على فكرة انا لا اعافي نفسي من ان احنا برضو احانا الناس بتبقى مش فهمة واحنا من كتر ما الحاجة واضحة قدامنا واضحة جدا فاحنا بنقول ازاي انتوا مش فهمين لا فعلا احانا الدعاية الخطأ واحنا الكلام الخطأ بيوصل للناس مفاهم خطأ بيخلي ناس تعيش بامراض خلاص يعني اصبحت دلوقتي ممكن يتخلصوا منها وارجع لحياتهم الطبيعية احنا لما بنتكلم عن حبل الشوك احنا بنتكلم مش علشان انا متخصص في الجراحات دي لكن هو اهم تكوين في جسم الانسان لانه تكوين صغير جدا وبيقع على مسؤوليته جسم الانسان كله ما ينفعش تسيبه ما ينفعش خلينا نروح لما بعد العملية العين بعد العملية situation بتاعته بتكون عاملة ازاي رجوعه الحياة الطبيعية هل قدراته العضلية بتتحسن مع الوقت كويس جدا بصنا حضرتك احنا بنتكلم فقرات عنقية وظهرية اولا فترة النقاها مختلفة عن القطنية القطنية هفرد لها حلقات هتكلم عن التدخل المحدود فيها يمكن بنحتاج راحة عشر تيام او حاجة لا فعلا العنقية تاني يوم بيبدأ يتحرك طيب التحسن الكيمولة اللي هقولها دي مهمة جدا كل ما عملت الحالة بدري النتائج بيرفكت وترجع لحياتك الطبيعية بنسبة 100% ان شاء الله كل ما اخرت الحالة وسبت نفسك سنين كل ما بقت ان احنا بيحصل تحسن لكن علشان نرجع الوضع الطبيعي بناخد بعض الوقت شايف هنا منظر صورة الاشياء هدي مثلا دي حد عنده غضروف لفترة طويلة من العمر لحد ما الغضروف تكلس تحول الى عظم داخل ضغط على الحبل الشوكي شايف القناة العصبية بقت ازاي دكتور عيمان يا قناة العصبية اللي في الموء ما عادش فيها حاجة الحبل الشوكي مضغط تمام ومش ضغط عليه غضروف ده غضروف متكلس يعني عطم فطبعا دي يعني في الحالة دي طبعا لا غنى من الميكروسكوب والدريلي ده حالة عملتها قريب ودي التن طبعا يعني ربنا كرمنا شايف التكلسات العظمية ضغطة على الحبل الشوكي ازاي طبعا لما باستخدام الدريلي والميكروسكوب كانت النتيجة بصراحة يعني الحمد لله نتيجة كويسة جدا وحصل تحسن كبير في الحالة ده قطاع عربي ده قطاع احنا شايفينها هنا بقى تحسين فيه دي حصل دي يمكن الحالة اللي انا كنت بتكلم عليها من شوية وهي الحد اللي كان عنده دي في القناة الظهرية تحاول زي تكلس زي اشبه بورا معظم ضغط على الحبل الشوكي اللي احنا استخدمنا بها الدريلي علشان نلف الطريقة معينة علشان نسيل هذا التكلس من غير اي تلامس مع الجهاز العصب شايف الضغط على الحبل الشوكي وده الحمد لله برضو يعني حصل تحسن بصورة كبيرة بعد التدخل ده منظر اثناء التدخل الحاجة اللي بنحطها علشان من الفتحة الصغيرة نقدر نوسع الفيلد ونقدر نشتغل من خلال الفتحة الصغيرة اللي بندخل بدون ميكروسكوب العملية دي دي الفتحة يعني بالضبط يعني جراحة محدودة لحد كبير جدا فتحة صغيرة حفزتها على الانسجة حفزتها على التكوينات المهمة في العمود الفقري من غير ميكروسكوب النوعية دي من الجراحات تبقى مستحيلة تقريبا يعني هيبقى نوع من الانت وحظه لكن بالميكروسكوب انا شايف كل حاجة بسط بسط الصورة مختلفة تماما قولك حتى التشريح اختلف فيه حتى التشريح اختلف هنا برضو الفقرة الاولى والتانية العنقية الفقرة الاولى والتانية العنقية دي خطيرة دي دي الفقرة الاولى والتانية العنقية ودي لها فلسفة خاصة يعني يمكن انا يعني لو ربنا قدرني أنا كتبت أبحاث عنها كذا بحث عن الفقرات الفقرة الأولى والتانية بالذات إن شاء الله البحث اللي أنا أشغال عليه دلوقتي يعني حتى مزمع على تسميته هو اسم غريب شوية فيلوسوفي وفي أطلنته أجزي السيرجري فيلوسوفي يعني الفلسفة يعني التفكير العميق الموضوع مش مجرد حافظ هيجي لي كذا هعمل كذا دي محتاجة الفقرة الأولى والتانية التفكير عميق علشان هو تدخل بتتخيل حاجات معينة وبتحطه في الوضع المناسب علشان نرجع للوضع الطبيعي بتوفيه ربنا إن شاء الله لأن دي ممطقة خطيرة جدا قريبا من الريسبراتري السيستيم لا دي قريبا من كل حاجة مهمة وهي حاجة ما حدش بيقرب لها لأنه متخصص فيها يعني إن كله عارف مدى الأهمية بتاعتنا الحمد لله يمكن عملنا منها حالات كثيرة والحمد لله بنجاح وبرضه طبعا لازم طبعا لكهزة الحديدة ده ده ورم في نهاية الفقرات الظهرية ضغط على الحبل الشوكي وده ورم برضه بالجراحة الميكروسكوبية وبنستخدم حاجة اسمها الكوزة بيساعدنا على إزالة الورم وتفتيته والحفاظ على التكوينات العصبية وده بدينا برضه نسبة نجاح شايف دايما طول ما أنا بتكلم بتكلم على غرفة عمليات مجهزة آلات معينة مايكروسكوب كوزة دريل أنا عايزة بصر رسالة إن في التدخلات الدقيقة اللي على الحبل الشوكي لازم تتعامل في مكان مجهز وفي كل الأجهزة مماثلة لما هي موجودة في أمريكا وألمانيا ودي موجودة في مصر بالمناسبة ما نقولش إن هي موجودة موجودة في مستشفيات في مصر إذا لم تتوفر هذه الأجهزة والدكتور اللي يبقى عنده خبرة كبيرة في هذا المجال فعلا ما تعملش نعملها فعلا ما تعملهاش لأن انت بتعملها علشان تحسن الحركة لو عملتها في مكان عادي أو عملتها مع حد ما عندهش الخبرة كافية أو مش متخصص فعلا الحالة هتسوق ومش هينفع بعد كده أي إصلاح ضيفي العزيزة القناة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور إيهاب محمد عيسى وأستاذ جراحات المخوى الأعصاب والأمودة الفقري بكل الطب جماعة القاهرة وعضو الكونجرس الأمريكي لجراحات المخوى الأعصاب والأمودة الفقري من جماعة كورنيل بنيورك وجماعة كولومبيا وجماعة أريزونا بالولايات المتحدة وجماعة هلسينكي وصعب التكريم من جماعة القاهرة في البحث العلمي الدولي لجراحات المخوى الأعصاب والأمودة الفقري لأعوام 2010 و15 و17 ضيفي العزيز كان فيه الدكتور خليكوا دايما مع الدكتور شكرا